أكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدر عاه الله تضع التعاون الدولي في محاربة الإرهاب على قمة أولوياتها وسياستها الحكيمة للقضايا الدولية نعم أشرت معاليها إلى جهود مملكة البحرين المستمرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وعبر ما تمتلكه من منظومة تشريعية رفيعة وقوانين حضارية وإجراءات متطورة تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء مؤكدة معالية حرص المجلس النيابي على مواكبة التشريعات المحلية للتطورات في مجال مكافحة الإرهاب والجريم المنظمة والعابرة للحدود جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب اليوم مع سعادة السيد الدكتور لينهولد لوبيتكا رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى والمعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي حيث جرى خلال هذا الاجتماع بحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين السلطة التشريعية والمنظمة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف مشيدة معاليها بالدور الهم الذي يقوم به الفريق الاستشاري رفيع المستوى والتابع للاتحاد البرلماني الدولي في رفض المنظمة البرلمانية الدولية وأعضائها بالمعلومات والبيانات وضحت معاليها أن مجلس النواب أسهم في إقرار العديد من المراسيم والتشريعات والاقتراحات التي من شأنها مكافحة ظاهرة الإرهاب ومنع انتشار الجريمة والتعامل بحزم مع ما يسمى أو يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار من جانبها شهد رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي بالدور البارز والمتميز لمملكة البحرين في دعم جهود المجتمع الدولي في الأمن والاستقرار والسلام والتعايش مؤكدا حرص الاتحاد البرلماني الدولي على تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات مع السلطة التشريعية في مملكة البحرين فيما يتعلق بمحاربة التطرف والإرهاب في الداخل والخارج طبعا طرق الاجتماع لجهود البحرين في مكافأة الأرهاب هذه الجهود التي طبعا تبلورت في العديد من القوانين والعديد من انضمام الاتفاقيات التي أغررت من المجتمع الدولي جهود البحرين مكافأة الأرهاب كبيرة جهود البحرين في مكافأة الأرهاب أدت إلى انضمام بحرين ذات التفاقيات أيضا طرقنا العديد من الجوانب التعلق بحوق الإنسان ومقامة البحرين في هذا المجال أيضاً الدكتور نغل لنا تجربة بلاده الأصلية النمسا وكذلك تجربة البرلمان الدولي من خلال طبعاً لجان المختلفة وعلى وشخصوص لجنة مكافحة الإرهاب في هذا المجال لقد قدمت خلال الاجتماع بصفتي رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف أبرز الأفكار التي يتبنىها الفريق وتوصلنا مع اللجنة البحرينية إلى جملة من التعاونات الثنائية الحقيقية في مجال التصدي للإرهاب تعرفون جميعاً أن الإرهاب لا يعرف حدوداً وليس له جنسية ولا ديانة فمن الواجب علينا أن نحاربه سوية حتى لا نتضرر من تبعاته الوخيمة والسلبية مع ربعاء hearerين و مع ربعاء شركاء ومع قدماتهم ونا نقوم بتحameيلة تقتيب بالنسبة لي جميعاً المتحدة